وانت بقى بتجرب التجربة دي حسيت بايه يعني حسيت ان انت لاقي يعني زازا لقى سكته قبل الفيلم هو لقى سكته في اللي هو بيكتبه في الراب وغنوة فشلت وبعدين غنوة نجحت وكده لحد ما لقى سكته ورغم انه تهت 20 سنة ده صغير وانت لسه صغير برضه ابتديت وانت بتمثل مع أمر سلامة ابتديت تحس انك ايو انا عايز اعمل القصة دي انا عايز اشتغل ممثل ثانية واحدة هو مش اول ما بدأنا نمثل هو من اول ما استاذ عمر سلامة اكلمني وهي القصة خلاص انا خلاص كلها في دماغي وكل يوم باصحة بفتكر انا ممكن اضيف ايه بفتكر هشوف فيلم ايه مثلا ممكن افهم منه عن مثلا الناس اللي على كرسي متحرك بفتكر هكلم مين ممكن يساعدني بفكر ممكن اعمل ايه بفكر ممكن اضيف ازاي لنفسي جسديا يساعدني بضيف ازاي ممكن قصة تفضل في دماغي كل يوم أنا كل دقيقة بفكر في نفس الحاجة الموضوع شغلني هيطارها هعمل إيه؟ يعني فيه تحضير زي أستاذ عمري قال قبلها بشهرين وإحنا بنحضر وقعدنا وقارينا مرة وبعدها أنا الصراحة في أول قعدة مثلا كان فيه حاجة في دماغي بعدين لأ قلت لأستاذ عمري أنا مش فاهم قوي قعدنا برضو برة شوية كلمنا حلو من أحسن المرة اللي أنا ممكن نفتكرها أنا كلمت فيها مع حد وشرحت له أنا مثلا حاسس بإيه وحتى فيه كلمة أنا فاكرها لما أنا كنت بأتكلم عن شخصيتي عبادة كنت بأقول هو هو كذا وستاذ عمري سلامة كان بيقول لي لا ما تقولش هو أقول أنا يعني حسن خد الموضوع عليك أخليه بيرسنل أكتر عشان تعرف تأدي أحسن حاجة عندك تبقى طالع من جواك أنت أنا عمري ما هنسى الكلمة دي فبعدين روحت البيت قعدت أكتب بقى كتبت قصة حياة الشخصية كلها تقريبا يعني قعدت أكتب أنا ممكن حاسس بإيه وممكن إيه الباكراوند أو إيه المواقف اللي حصل قبل كده وصلنا للنقطة اللي إحنا هنبدأ بيها الفيلم وبدأت أكتب بقى حاجات كتير تخلص سنوية عامة ولا لسه؟ لا لسه أنا فيها دواء في السنة لسه في سنوية عامة بصي بقى لا والله أنا وانا عادي طفل والله بجدد أنا متأثر أصلا من فكرة زي ما بقولك التفاني والمذاكرة والتعب دول قعدوا يكتبوا مشاعرهم لا هو حمزة جالي حمزة قعد يكتب مشاعره حمزة جالي بكل التاريخ اللي هو متخيله للشخصية والحياة الأسرة دي ما قبل الفيلم وعدنا نتناقش ونختلف في حاجات ونتفق في حاجات ونقعد نبني على حاجات ده كله حاجة وإن هو يكلمني تاني يقول لي معلش ممكن نقعد مرة كمان فأقوله طبعا فنقعد مرة كمان ونقعد نتناقش تاني وإنت شايفه هو بيتكلم دلوقتي حتى لغته في حماس إيه أول حاجة تخيلت عن الشخصية وقلت أنا هعملها أنا كنت في الأول داخل فتبتهى كده يعني أنا في الأول كنت داخل برضو اللي هو ما عنديش أمل خالص كعبادة أنا كعبادة ما عنديش أمل خالص كنت متخيل إن عبادة هو السيمبل للموضوع الرمز اللي بيحصل ده يعني كل اللي طالع في الأم في الأسري أو كل اللي بيحصل هو رمز علي أنا يعني أنا رمز متحرك للموضوع ده اللي كان في دماغي فكان الموضوع سودوي جدا كنت ما عنديش أمل خالص في الحياة أنا كعبادة لكن أستاذ عمر سلامة لما تكلمنا قال لي لأ أنت أكيد الشخصية دي برضو اللي هو مش عايش عشان هيموت يعني أكيد هو هاي أكيد عنده أمل أكيد عنده حلم برضو أكيد هو يعني اتكلم عن شخصيتك دافع عنها خليك أنت محامل شخصيتك دافع عنها وقول أسباب ممكن يكون بيفكر كده ليه وليه فكره كده فبدأت بأن أنا أرجع تاني وفي نهاية بلغ عن أخوه مش كده أو كده لا 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 خلط ومين اللي قال لها خلص هم ربق ساعة حيشوفوها في البداعي كماني أبحروين طيب خلونا نخرج فاصل وارجع واصل الحوار ده بعد الفاصل فاصل ونرجع نتكلم على 60 جنيه هو اسم الفيلم بس أنا عجبني جدا أنه هي فكرة الأغنية اللي هي أغنية المدرسة اللي مصرفها 60 جنيه في السنة